اشتركوا في القناة اذا بالعربي عندك مش عارف اسمها سطح المكتب تغريبا وشيقونا تشوف الشكل اللي موجود هنا تضغط لي كذا تحط الاسم اللي تبي خليه كذا عادي اضغط add رايح نزل عندك كذا كبرنامج يكون وهو موقع الاصل اي موقع تقريبا تسويذ الحركة مثلا مواقع تفتحهم كثير وتبيهم يقونون يكونون عندك نفس الحركة تسويها وتسير الموقع عندك يقونة هنا فنفتح البرنامج رايح يكون عندك كذا مثل ما نشوف ذيك الخيارات ونكست المهم من الحركة نتقول لك تبي تخلي الأشخاص اللي عندهم عيفون يجربون النظام الاندروي كثيم سامسون من الموقع نشوف مش كامل يعني ما راح تفتح البرامج لا الرسائل المزعجة لتجيك كذا اهم علنات يقول لك او كيف عجبتك الحركة كذا وشوي يسوقون لحق بعض البرامج بالرسائل يعني يجي لك واحد يرسل لك رسالة يقول لك او آسف وليدي يرسل لك رسالة لحق فهذه كرسائل عادية هنا كأنك تعرفهم ذي الأصدقائك تجيكم مكلمة برضو ترد على المكلمة اعلان لحق الحركة ذي ثيم الخدمة حركة هلوة توقع انك تقدروا تسوي المغالب لحق بعض الأشخاص انك تسوي الحركة وشخص يفتح جوالك شوف ذي الحركة قبل ما يطلع من برنامج او تسوي لحق أصدقائك برضو حلوة توقع ان كذا الشباب وانك واحد معاك وما يفهم الحق قبل وتقدر تقفل برنامج لا تقدر تسوي أي شيء لا تقدر تفتح أي شيء لانك أصلا لا تقدر تحكم بالجهاز لو انك ترفع الإضاءة وتنزلها هذه الحركة لازم تكون في الآيفون في النظام آي اوز من هذه الحركة جوال الخياب لا تحكم بالإضاءة من هنا لا تقلق لكم عن الحركة لكن حركة خفيفة ولطيفة من سامسونج حركة السوقية تريد تخلي الأشخاص ينتقلون لحق نظامها مثل ما نشوف بعض البرامج تقدر تفتحها وتوقع الكاميرا تقدر تفتحها بس هنا مثل ما نشوف أنه يبيو صاحق الكاميرا يعلمك هنا رح يعلمك كيف أنك تستخدمها يعطيك الخيارات يقول لك شوف الأشياء دي اللي موجودة فوق مثلا شوفين المهم أنا بعلمونكم الطرق والأشياء دي وبعدين كيف تضغط هالأشياء وتتحكم فيها مثل ما نشوفي حين نقطة الخضرة هنا فأني فاتح الكاميرا إنه رح تفتح الكاميرا هنا لكن بعد ما يخلصها الحلو يتكلم هذا صورتنا مثل ما نشوف الصورة طالعة هنا تحت لكن الحلو هذا لازم يخلص يا حبيبي خلاص دي سيبل فورنا موقف الآن خليه يخلص أول شو نشوف يتكلم عن الخيارات اللي فوق الآن شكرا خيرا نخلص بس هذه الحركة نقدر تصور مثل ما نشوف طبعا ما رح تقدر تفتحها أصلا وهذا محتوطة لك خفيفة صغيرة تحت كده فيعلمك الحركات والأشياء الخفيفة هذه العددات هنا بس ما نقدر أفتحها برضو الفلاش لو بشقل الفلاش هل راح يشقل الفلاش لا ما راح يقدر يشقل الفلاش السيلفي هنا فهذا الأشياء الخفيفة كمتجر برامج لو بنفتح هذا الويروبول حق الساعة حقتها تقريبا الأشياء الملبوسة حقت سامسونج ما رح تتحكم بأي شيء بس يعلمك علنات هنا لحق الأشياء حقينها الثيم هنا لو بنخلي هذا مثلا apply بتغير سطح المكتب اللي قاعد نستخدم هنا لو نرجع مرتين نخلي العادي لو بنشوف هنا ما تقدر تفتح الحافظات مثل السوشال ميديا مثل ما نشوف بحافظة فيها برامج ما تقدر تفتحها لأن أي برنامج غير برنامج سامسونج حاتث في سطح المكتب يعني مثلا ما رح تفتح فتحنا نشكل الآيفون لكن لو أدق بالحقيقة هل رح يدق ولا لا ما قدر أحضر رقمي هنا لكن لو بيدق بيفتح لك أصلا برنامج الهاتف ما الآيفون الرئيسي مثل ما قلت لكم هذا بيسوي الإعلانة حين أو دعائي الحق النظام سامسونج حسنا نحن نريد أن أعطيك قريباً لك شكراً لكي تشاهد المعارضة الكثير من المستخدمين يعتقد أن أن الاندرويد سيكون مختلفاً من ما يفعلون لكن أبداً لكي تجد أن تجد أنت مستخدمين ومعارضة 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 ربما سنرى على الأخرى أن يقول لك أن بعض الأشخاص يشاهدون الاندرويد نظام مختلف كثير عن الايفون لكن عندما تشوف أنت حين ما في فرق كثير ويمكن نشوفك تحول حق النظام الأصل قيم الله إن شاهده عندما نشوف مثلا فورتنايت لا تستطيع تفتحها لا تتوقع أنك ستطيع تفتحها يشغلونك بس الفيديوهات فما في شيء قوي ولكن تصفح نظام الأندرويد بثيم سامسونج فهذه الأشياء التي تجد تفعلها بس ما تجد تفعل أي شيء ثاني بس هذا الفيديو بس حبيت أني أوريكم سامسونج بالحركة حركة حلوة جميلة وحركة دعائية حلوة من سامسونج بس في نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك بالغناة واشتراك بحساب بالسلام تشارك بضواتكم وعمل لك المكتب ونشار المكتب ولا تنسون وضع دعاكم والسلام عليكم